السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبائي بقلبي شلونكم شخباركم يا رب بخير رجالت لكم فيديو جديد عيد مبارك عليكم كل عام انتوا بألف خير عساكم وانعوادة ان شاء الله توفيق تحقيق الامانة والنجاح الدائم يا رب شباب بهذا الفيديو راح اشرح لكم عن الشراكة او العلاقة او الزواجة او علاقة الصداقة حسب مسمياتك انت بداخل اللعبة حسب الشخص اللي تسوي علاقة ممكن لبعض زوجته ممكن لبعض صديقة صديقته حبيبته اخوه اي شي فانت حسب مسمياتك قبل ما ابدأ اشرح لا تنسوا اللايك اشتراك فعل الجرس خليكم اياي اول شي لازم يكون الشخص وياك بالتيم لازم يكون نفس الكلام لازم يكون البيت مال لك ولازم يكون النقاط الصداقة مية هسا اشرح لكم كل شي بالتفصيل واشلون بعد ما يجي خلنا نسوي الشراكة وبعدين اشرح لكم بالتفصيل الممل اه تضغط هومستيد هسا لا امن يكون شخصيا بيتك وبالتيم تضغط هومستيد راح يطلع لك هيش مثل ما تشوفون هذا يريد اكوز تضغط على الاكوز راح ينطيكم مجموعة اسئلة تحلوها انت او صديقك هسا افهمكم شلون تختارون الاجابة الصحيحة بس خلي اجرب وتأكد هسا مثلا عندنا ضغطنا على ضغطها يتم ارسالي على انطلب لصديقك حتى يوافق على طلب يعني على الاضافة للصداقة خلي يوافق بعد ما وافق هسا طلعت ادناء الاسئلة كاتب لك ما هو الزيل المفضل لصديقك انت راح تختار مثلا تحددون رقم انتويا لا العقم مو العرقم تحددون خيار انتويا هسا مثلا راح اخذ اول خيار اسمه رانجر طبعا الخيار الاول انا عندي ممكن يكون عنده الخيار الثالث ممكن يكون عنده الخيار الرابع فانت شي سوي ادقل لي هان اختاريت راقنر لا تقل لي رقم الاجابة لان ما راح يصير صحيحة الاجابات مختلفة يعني امتشرة يعني مو نفس الترتيب عندك او عند صديقك فهسا راح اقل لي اختار راقنر او رانجر قلت لي اختار هاي الاجابة رانجر فانت تقل لي خلينا شوف تطلع صح او لا شوف الشباب قل لي بالتيم انت قل لي مثلا ارسل لي رسالة صوتية بالتيم او انت ارسل لي مثلا اي اي شي سمونا اي اي او افتح المايك وصويه علاقه اللي هي ان شاء الله هسا عندك مالذي يجعله يسرق او شن اللي يخافونه راح اقل لي اختار دوق شوفوا الشباب قلت للي اختار دوق الاجابات ما تجيها امرتبة مثل ما تريدها انت الاجابات الترتيب هنا ثم عن ذاك ترتيب بثل هذا القيار هذا السعاد يقللي كنه تفضل السون والكتف راح اقل لي اختار الاجابة الثالثة بس هو عندنا غير الاجابة يعني موถ parse الترتيب مالتها مختلف قتل اختار الإجابة هس شوفون هو المطلوب يرد منه 50 نقطة وتجاو على 5 أسئلة حتى تنجح الآخر هس اختارنا هذا في كل سهولة تقدر هذا قتل اختار 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 هس احنا هنا نكملنا المطلوب منه جاوبنا على 5 أسئلة بس احنا راح نكمل الباقيات وهاي الشباب انتو لم تشوفون كملنا الإجابات كلهم يعني انت اتفق انت وشريكك تختارون نفس الإجابة ولا تنسون الترتيب يكون مختلف هس شباب كملنا جميع الأسئلة 100% خلنا نشوف شنو بعد راح يطلع عنا يطلع عنا هاك أرومات يعني يقل لك تسوى حركة الشراكة واحظن رفيقك وانا الهاك هذا الهاك دزيت طلب اكشن يلا ها يقل لك اختار لازم تختار وتضغط بعد ما حضانت شريكك شي يقل لك انه شارك منزلك هنا تضغط على البصمة منزل الرئيس تخلي تحدد منزل الرئيس مثلا هذا او هذا لا 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 اختارت بالغلط ايه تضغط على البصمة لازم يبصمه هميا هسا صارت عدنا شراكة نفتحت مثل ما تشوفون انطونا منزل شنو هادية وطبعا مميزات الشراكة الهواء هسا احتي لكم ابلان تتري ازرع الشجرة مالة الشجرة الشراكة اللي هي هاي اوه حلو حلو كلت شبيرة لا انتيا ما عندي شوية القاع ما منظفها خليه انظف القاع الفيديو هذا رح يصول طويل بس الفائدة تكون خليه انظف القاع حلو هسا صار مكان عدنا ازرع الشجرة والله حلو كلام اخذت صندوق الموارد مهمات الشراكة هاي العملات اللي نقول احنا مين نجيبها شبها وان موجودة اكون واي شغلات تشتريها بهاي العملات هسا شنو عدنا بعد يقلك كلام وان يقلك استلم استلم صندوق الشراكة وان الصندوق واتر يعني منها معقولة هاي شباب الصندوق الصندوق يدزو لك هاي بالبريد بعد ما استلمت الصندوق خلنت شوف شنو بي هاي سيلفر سهنا ما علينا لا هاي شنو هاي يقول استلم صندوق وان الصندوق شباب بعد ما استلمنا الصندوق من بره هنان الصندوق طلعي هذا انتهت يعني هسا حاليا صار عندك انت شريك او صار عندك زوج حسب الشيء اللي تريده انت يعني السيد تسميه صديق شريك سكن شريك معروف ايش مدري شنو هسا شباب نروح للشرح ونشوف شنو موجود وشنو يطلب هسا شباب بعد ما خلصنا هاي نروح للشرح اشلون تسوي الشراكة او شنو المتطلبات اول شي لازم يكون بيتك لفل اربعين وكذلك الشريك لازم يكون لفل اربعين ثاني شي لازم تكون نقاط الصداقة بيناتكم تكون لازم مية اه مية نقطة من تجيب نقاط الصداقة النقاط ما للصداقة تجي لما نسوون المهمات انت وشريكك سوى او تقدر يعني مثلا تدخل اه على البروفايل مالتا والدزلة هذية مثلا قدنا هذا اه الشريك تجي له هنانا gift او gift اللي هو هنا مثل ما تشوف وتضغط عليه راح يطلع لك مجموعة هدايا هنا راح يطلع لك هنا عندك الورد وهنانا هنا شنو هنا ما لنا علاقة هسه هنا هدايا وهنانا وارد هاي يمكن بعدين يضيفون شغلات مثلا ملابس او يضيفون شغلات ثانية بعدين انت شوف الورد سهل جدا يعني يحتاج لك مثلا انت تريد تزيد نقاط الصداقة انت وشريكك فقط يعني تجي هنا وتضغط على option راح تضغط على option عفو راح تروح للمتجر مباشرة تشترى هذا وزرع بيتك كل وردة تنطي 10 نقاط صداقة بينما هنا هاي عدك تشتريها بعملات شي اسمها بعملات سلفر فضية هنا نعم تروح للشوب هنا راح تضغط عدك الوحدة بألف تنطي هاي 100 نقطة يعني اذا انت ما لعب شريكك مهمات او ما تريد تختصر الطريق فقط تاخذ هاي اخذنا هاي تجي ترسله الصديقة تضطي ها شريك راح تنصر ثلاثة وحتى النقاط الصداقة زالوا هاي عدنا مثل ما شفتوا بعد شنو عدنا قلنا هسه يحتاج لك 40 يحتاج 100 نقطة الصداقة يحتاج تكونون بنفس الـ team وبنفس camp وبالبيت بعد ما يجي للبيت مثل ما شفتوا بداية الفيديو راح يطلعتكم الكوز من تضغط على هوم ستيت راح يطلعتكم هنا ببدال هاي نقاط الصداقة عن التحالية المام سوي شراكة راح يطلعتكم كوز بعد ما طلعتكم كوز تدخلون عالية راح تطلعتكم أسئلة وإجابات لازم تختارون نفس الإجابة بس راح يكون ترتيب الإجابات راح يكون مختلف يعني مثلا عندك مثلا الإجابة عندك رقم ما راح تكون عندك رقم أربعة أو رقم ثلاثة فأنت لازم تقل بكلمة الإجابة مثلا قال لك تختار وتروح تقل أختار لأن الترتيب بالإجابات مختلف عرفت شلون يعني الإجابة عندك مثلا تختار أنت رقم واحد ممكن تكون عنده رقم أربعة ممكن تكون عنده رقم ثلاثة وما راح تطلع صحيحة أنا اختارت كذا خيار أنت اختار كذا خيار بس الأرقام والترتيب لا تنسوها ما لهم أي علاقة إلى التطوير بعد شنو نهاية كل ما يخص الصداقة أو عندك مجموعة ألقاب مجموعة شغلات تقدر تحصل ها مثلا عندك هذا شريك عندك وان ألقي نقاط الصداقة تضغط على بعد ما ضغطت عندك هنان عندك تضغط على الاسم راح يطلع لك مجموعة ألقاب وشغلات حلوة هس أسوي هس أقل لكم بهم خلي أترجم أكل بعض هس مثلا الأولى يقل لك عندك بالمعارف يعني يعني مجرد شخص تعرف الخيار الثاني يقل لك صديق يصير عدك هاي بس النقاط محدد لك يعني مثلا من صفر 99 هذا يقل لك فقط يعني شخص مجرد شخص تعرف من 100 2099 يقل لك وهذا صديق صار لك صديق النوبي يقل لك يعني مثلا من 300 99 راح يصير عدك يعني مثل ما نقول صديق جيد أو صديق سكن بعد هاي يكون صاحب بعد هاي يكون شنو هاي صديق مغلق شنو صديق او صديق مقرب العفو التعايش عدك النوبي هنان معروف الصديق قديم النوبي عدك يقل لك رفيق سكن النوبي يقل لك عندك شنو هاي صديق مخلص بعدها هاي يعني النقاط من 12 12 2999 يعني هاي النقاط شوف النقاط الصداقة اللي تحصن عليها من الوردة ومن السبو المهمات النوبي يقل لك يعني صديق حميم صديق يعني الهال درجة عندك الاولى يقل لك من توصل ل 300 نقطة راح يقل لك تحصل على حركة هيرت دو النوبي يقل لك من توصل 700 الفتح والاستخدام اجراء طلب الزواج من توصل 700 نقطة تدزل طلب الزواج يعني شغلات مثل ما نقول امرتب هاي ما تخص وبالنسبة للموارد اكيد نقدر نشارك شغلات نقدر يعني واحد يبني للثاني واحد يشارك يساعد الثاني بالبناء وهو الشغلات ان شاء الله نتطرق لها بعدين يعني تقدر مثلا نستوي